موسيقى تطهير مواقع جديدة في حرض بحجة ومصرع عدد من عناصر الميليشيات في صعدة والجوف والقوات الحكومية تحقق تقدما جديدا في جبهة دمت واستعدادات لاستكمال تطهير محافظة الضالع في اليوم العربي لمحو الأمية اليمن تسجل أعلى نسبة بين الأميين نتيجة تدمير ميليشيات الحوثيق قطاع التعليم موسيقى الثالثة ونصب توقيت العاصمة الصنعاء أهلا بكم إلى النشرة الإخبارية من قناة اليمن اليوم انهيار أخلاقي لمليشيات كهنوتية ادعت زورا حميتها وثورتها من أجل الجياع لتؤكد للعالم أجمع أنها جماعة موت لم تجلب لليمنيين سوى الموت والجوع والدمار فضلا عن الأمية التي زادت من نسبتها بشكل كبير فلم يعد يقتصر الأمر على تسرب الطلاب من المدارس بل بات يتمثل في إجبار ميليشيات الحوثي طلاب المدارس على ترك القلم واستبداله بالبندقية واستبدال الحقيبة المدرسية بجعبة المتفجرات والدفع بهم إلى جبهات القتال في حرب عبثية أشعلتها ضد اليمنيين فيما لا تزال محاولات إحلال السلام في البلد تمضي علها تجد طريقا للنور رغم محاولات الميليشيات المتواصلة إنهاء كل فرص السلام في اليمن فهي جماعة تعيش في مستنقعات الفتن ولا تنمو إلا في الحروب عقدت اللجنة الثلاثية المشتركة لتنسيق إعادة الانتشار جولة نقاش ثالثة في مناطق سيطرة القوات المشتركة بالحديدة مصادر في اللجنة المشتركة أكدت أن الاجتماع عقد برئاسة الجنرال باترك كاميرت وغياب وفد الميليشيات الحوثية وأكد مصدر عسكري أن ميليشيات الحوثي تواصل خرق وقف إطلاق النار وذلك بقضائف هاون تتساقط بالقرب من مقر اجتماع اللجنة المشتركة لذلك أعلن وزير الخارجية رئيس الوفد الحكومي في مفاوضات السويد خالد اليماني تعثر تنفيذ مخرجات مشاورات السويد وأشار اليماني خلال لقائه سفراء الدول العشر إلى أن تعنت ميليشيات الحوثي وعدم انصياعها لقرارات اللجنة الثلاثية المشتركة أدى إلى فشل تنفيذ اتفاقية السويد فيما يتعلق بخروج الميليشيات من مدينة الحديدة وموانئها الثلاثة وأكد اليماني استعداد الجانب الحكومي للمشاركة في أي مشاورات قادمة شريطة تنفيذ الميليشيات ما تم الاتفاق عليه في السويد تواصل القوات الحكومية تقدمها في مدرية حرط بمحافظة حجة وتسيطر على مناطق جنوب شرقي المدرية وتكبد الميليشيات خسائر في الأرواح والعتاد تقدم جديد أحرزته القوات الحكومية في المنطقة العسكرية الخامسة جنوب شرق مدرية حرط في أعقاب معارك ضارية خاضتها ضد ميليشيات الإرهاب الحوثية مصدر عسكري أكد أن القوات الحكومية شنت هجوما مباغتا على مواقع تمركز ميليشي الحوثي جنوب شرق مدينة حرط ضمن عملية استكمال تطهير مديرية وتطويق مركزها تمهيدا لتحريره العديد من القتلى والجرحى لقو مصرعهم عقب القصف المدفعي والغارات الجوية من مقاتلة التحالف العربية التي استهدفت بدورها مخزن أسلحة تابع للعناصر الإرهابية وسط مدينة حرط فيما استعدت القوات الحكومية كميات كبيرة من الأسلحة الثقيلة والمتوسطة التي نهبتها الميليشيات من معسكرات الدولة في العام 2014 تتسارع العمليات العسكرية ويضيق الخناق عن ميليشيات الحوثي التي باتت محاصرة من جهتي الشمال والجنوب الغربي في أعقاب سيطرة القوات الحكومية على الخطين الدوليين المؤديين إلى منفذ علم من الجهة الشمالية والملاحيط حرض من جهة الجنوب الغربي الأمر الذي ضاعف من تضييق الخناق عليها وفي صعدة لقية عدد من عناصر ميليشيات الحوثي مصرعهم بقصف مدفعي للقوات الحكومية في جبهة الشامية شمال الغربي المحافظة فدم رسلنا أن وحدة المدفعية التابعة للواء الثالث حرس حدود استادفت تعزيزات الميليشيات في جبل القويد في جبهة الشامية مشيرا إلى أن القصف أسفر عن سقوط قتلى من الميليشيات وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من المركز الإعلامي بجبهة صعدة المقدم منصور الزيلعي مرحبا بك على سهلا بك حقيق الله حكرا تشهد محافظة صعدة معارك متواصلة ما الجديد في ذلك؟ يا أخي العزيز الجيش الوطني يطبق كم ماشا في مركز باقر من الجهة الشرقية والشمالية في هذه اللحظات التي أتحدث معكم فيها الجيش الوطني في محور آزال يسطر أروع الملاحم البطولية في قائد العميد ياسر الحارثي لتمشيط الجهة القنوبية والغربية من مركز مدينة باقر كما وقتها طبعا قائد اللواء قائد محور آزال العميد ياسر الحارثي بتأمين بيوت الناس وتأمين ممتلكاتهم وعمل أقصال على منازل المواطنين وإلزام أفراد الشرطة بحماية هذه المنازل نعم ما هي أبرز الجبهات التي يتم تكبيد الميليشيات فيها خسائر؟ يا أخي العزيز الجيش الوطني استطاع بفضل الله طبعا من تطهير عدة قرى في مركز باقر قرية الحماقي والمعيض والمزهر والزماح والمزء والسبحان وعدة قرى إضافة إلى أنه عامل جماشا على مركز المديرات الأباقن من الجهة الشمالية والشرقية ومستاذ يعني في اللحظة بالقاتل وممكن الجيش الوطني يكون خلفوا أباقن بالفكهة نحو مديريات قطابة نعم إذن هناك توجيهات من القيادة لديكم بحماية ممتلكات المواطنين دعم أصبح يعني نعم كيف يمكن حماية المواطنين الذين تدعوهم إلى العودة إلى منازلهم من مثل هكذا ممارسات أيضا ومقذوفات قد تصلهم يعني هناك مناطق مؤمنة تأمين كامل يعني هناك مناطق مؤمنة تأمينا كاملا يعني أنتم لا تدعو المواطنين إلا إلى مناطق مؤمنة تأمينا كاملا صحيح صحيح إلا مناطق مؤمنة تأمين كامل بعد أن كامل جيش الوطني بنزع الله الغام والمسجرات والعبوات الناسبة يأخذ طاعة التي كانت مشهورة بزراعة العنب والرمان اليوم تزرع بالألغام والمسجرات جماعة لا يعني ليس لها إلا نصيب الموت فقط يعني دعوة إلى الموت مشعار الموت نعم نحن نشعرنا الحياة إذن هي جماعة أيضا فجرت عناصرها يعني في أحد المنازل ثمانية من عناصرها صحيح إضافة إضافة أنا أقول لك يعني في الأيام الماضية حدث كذلك أن أفراد جماعة الحوت عندما شاهدوا أفرادهم محاصرين وينسحبون قاموا بضربهم من الخلف وقام الجيش الوطني بحملهم على الأكتاف وإسعافهم وإلى ذال يتلقون العلاقات حتى يومنا هذا وهم شهايتين عيان والأيام ستكشف الحقائق من هذه الجماعة ومن الجيش الوطني نعم المقدم منصور الزيلعي من جبهة صعدة شكرا جزيلا لك لقي 12 من عناصر مليشيات الحوثي مصرعهم في مواجهاتهم مع القوات الحكومية في جبهة برط العنان بمحافظة الجوف مصدر العسكريون أكد أن مجامعة من المليشيات حاولت التسلل إلى مواقع في عزلة القعيف في مدنية برط العنان أضاف قائد لواء الحسم العميد هادي الجعيدي أن القوات الحكومية أفشلت محاولة المليشيات واجبرتها على التراجع الفرار كما أكد أن معارك أسفرت عن مصرع 12 من عناصر المليشيات بينهم قيادات ميدانية وإصابة آخرين لذلك حققت القوات الحكومية تقدما في الجهة الغربية لجبهة مريس دمت شمالي الضالع مصدر العسكريون أفهد أن القوات الحكومية تمكنت من استكمال تحرير تلال جبل حصمي جنوب دمت بعد هجوم على مواقع المليشيات في التلال المتبقية من الجبل أضاف أن 15 عنصر من المليشيات الحوثية لقوا مصرعهم وجرح آخرون وفي محافظة الضالع أيضا أكدت القوات المرابطة في حمك جاهزيتها مع مطلع العام الجديد لتطهير مختلف المناطق من مليشيات الحوثية الضلامية وتلقينها دروسا قاسية رغم شحة الإمكانيات في يبهة حمك إلا أن اللواء يسير على خطط استعادة الجمهورية من أيدي الميليشيات حيث دشن عامه التدريبي بعرض عسكري بمعسكر حلم وسط مواجهات مستمرة في ذات الجبهة نحن في وضع استعدادي جتالي عالي وتجهيز شامل كامل ومعد لدخول ابن ونحن سنلجم العدو درسا لن ينساه لأننا نعاهد شعبنا ونعاهد الوطن بأننا سنقوم في الدفاع عن سيادة البلاد وأمنها واستقرارها من تلك العصابة المارقة الإنقلابية الكهنوتية التي دمرت البلاد والوطن ودمرت كل شيء جميل في هذا البلاد تعد جبهة حمك البوابة الغربية للضالة والتي تشهد مواجهات عنيفة بين قوات اللواء ثلاثي المدرع وميليشيات الحوثي الإنقلابية كاميرا قناة اليمن اليوم زارت المواقع الأمامية والتقت بقيادة وأفراد اللواء ثلاثي المدرع أهميتها للمحافظات الجنوبية أنها بوابة رئيسية للضالة هذه البوابة اللي لقلت المعركة من سناح إلى خمسين كيلو شمال شرق الضالة كانت المعركة في سناح ونقلناها إلى حمك هذه أهميتها لو لا هذه القبهة المعركة داخل الضالة أن المعركة ربما بعد الضالة المعركة قبل الضالة المعركة قرب عدن هذه المعركة الجبهة اللي برقالها أوصلت المعركة للمكان أما بالنسبة لإب أنت تعرفها بدون تعريف يعني أربعين كيلو بين الجبهة ومركز محافظتي تمتد حمك على سلسلة جبال العود المطلة على الكثير من المناطق والطرقات بمحافظتي الضالع وإب مما جعلها ذات أهمية استراتيجية تمام جبهة حمك تعتبر جبهة رئيسية غرب إب وشرق الضالع تمتده في عدة مواجهة في مواجهة عدة مديريات ومديريات إب النادري إلى الشعر إلى بعدان إلى نقدر الجمعين مواقعها الرئيسية بحيل أن يعودوا لمحاوة الضالع خرقوا من نهاغ هجومين ويجب أن نواقعهم في كل الوسائل سامدونا منذ أربع سنوات وبإمكانياتنا الخاصة وقد لقنا العدو دروساً لن ينساها والذي نريده هو الدعم حتى يتم إن شاء الله الزحف إليه للعام الثالث على التوالي لتتوقف الاشتباكات في جبهة حمك بين القوات الحكومية وميليشيات الحوثي من غرب الضالع جبهة حمك لقناة اليمن اليوم محمد الشعيبي معنا عبر الهاتف من محافظة ضالع قائد الشرطة العسكرية العقيد فضل العقلة مرحباً بك أهلاً بك نعم ما آخر مسجدات المعارك في جبهة حمك وما أهمية هذه الجبهة بالنسبة للحكم بسم الله الرحمن الرحيم جبهة حمك هي جبهة الغربية للمحافظة ضالع إلى جبهة الغربية المديرية الدم وكلهما إصلاحها المحافظة الضالع بالجبهة الغربية غرب الدم تم سيطرة يوم عام تحريرها من آيات الماليجيات وكذلك في حمد ثلاثة استعدادات كبيرة إن شاء الله اللوحة الثلاثين واللوحة وقوات الخاصة إن شاء الله بإذن الله تعالى سوف يكون قريب تحرير ما تبقى من الضالع تحرير محافظة إبق ثم تحرير ما تبقى من محافظة إبق نعم نعم هل تسمعني نعم أسمعت كيف تجدون الجاهزية القتالية لذي الأبطال لاستكمال تطهير المناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الاستعدادات القتالية الاستعدادات كبيرة إن شاء الله والجيش ينقضر ساعات الصبر والعوامر القيادة في العلية لتحرير إن شاء الله محافظة إبق والمعنى لقد أحضر الميليشيات والأقوى صباح اليوم لا يستطيعون أقوى البسيطة تحت قيادة إبق لأن الميليشيات لم تبقي لهم حال لقد أخذت أموال صبت أولادهم وحزبت مذقفين فأصبح الحياة نعم نعم العقيد فضل العقل شكرا جزيلا لك نحو خمسين مليون عربي يعانون أمية القراءة والكتابة وفق إحصائية للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في اليوم العربي لمحو الأمية الذي يصادف اليوم وتظهر اليمن بين أكثر الدول العربية تراجعا في نسبة التعليم وارتفاعا في أعداد الأميين لما تقوم بهم مليشيات الحوثي الإرهابية من استداف لقطاع التعليم بتدمير المدارس وجر الطلاب إلى معارك الجماعة الخاسرة في دمار اليمن وقتل اليمنيين تسعة وأربعون مليون عربي سيدخلون في غياهب جب الأمية إحصائية ظهرت بها الإليسكو في اليوم العربي لمحو الأمية القرائية إحصائية مهولة وصادمة لأمار العرب الذين تتطلع شعوبهم الانتقال من مصاف الدول النامية بحسب إحصائية الأمية كانت اليمن في المرتبة الثانية عربيا في العام 2015 كدولة تتفشى فيها الأمية نتيجة عدم الاستقرار السياسي ويبدو من الواضح أن اليمن بعد الحرب الضروس التي تخوضها من أربع سنوات تتربع على مرتبة الأمية الأولى دون منازع هنا بات أطفال وشباب اليمن عبارة عن مجندين في صفوف مليشيات الحوثية يتسابقون للحصول على لقطة كاميرا علها تكون دعاية إعلامية في قناة المسيرة ومفتاحا للتباهي بالرجولة كما يسويق لهم عبد الملك الحوثي وجلاوزته من المشرفين الثقافيين هنا حطى مستقبل اليمن رحاله وترسم هذه الصور ملامحا قاتمة لبلد تسرب طلابه من المدارس والتحقوا بجبهات القتال مجندين بلد لم يعد للتعليم فيه أي أولوية وأصبح الجيل الصاعد من أبنائه عبارة عن أرقام في كشوف الحوثي يجندهم لخدمة أجل داته الخاصة لم يكتفي عبد الملك الحوثي بنصرف الطلاب من المدارس صوب جبهته وحروبه الكهنوتية بل قام شقيقه وزير التربية والتعليم بالعبث بنتائج الثانوية العامة وبات حصول الطالب على تسعينات في عهد يحيى بدر الدين الحوثي أمرا سهلا وهينا بل أن مجندي الحوثي بإمكانهم استلام نتائج الثانوية دون امتحان شرط الالتحاق بالجبهات وأما من حضر منه المدارس فهذا حاله يصعى الحوثي إلى تجهيل الشعب اليمني من خلال العبث بمؤسساته التعليمية فالتجهيل هنا مهم لميليشيات تحمل فكرا ضلاليا يرفضه العقل المتعلم وبات اليمن على شفير السقوط في هاوية الجهالة والضلال إذا لم يتدارك الجميع خطر الحوثي الذي يدمر مستقبل اليمن بمرور الدقائق والساعات ولمناقشة هذا الموضوع نستضيف رئيس المجلس التربوي خالد الأشباط مرحبا بك أهلا وسهلا بكم التجهيل وازدياد نسبة الأمية هل يخدم الميليشيات أم العكس أخي أكيد أن التجهيل هدف من أهدافهم كيف يحصل على مقاتلين وكيف يحصل على أطفال يزجبهم إلى المعارك فهدفهم تجهيل الجيل وهذا ما يحدث إذا قدر عدد الطلاب خارج المدارس حاليا أكثر من 2 مليون طالب أشتتوقع من هؤلاء أيضا العامل الثاني يعين وزير ثربية وزير ثربية لهم لا يحمل أي شهادة علمية وهذا هدف من أهدافهم أنه لا بد أن يكونوا الناس أميين من أجل أنهم يستطيعوا يسيطروا على البلاد ويستمروا في سيطرتهم عليها لذلك هم أيضا يستهدفوا التعليم ويستهدفوا المدارس والجامعات طبعا فهذا عامل رئيسي بالنسبة لهم عملية القضاء على العملية التعليمية سواء كانت في الجامعات أو في المدارس قضية جهاز محول أمية ومحول أمية هذا عندهم لا يذكر يعني الآن بيستهدف لك التعليم العام الآن بيستهدف لك التعليم الجامعي يعني أكثر من قضية محول أمية يعني معروف سن محول أمية ودخولهم وماذا يستهدف هذا الجهاز لكن هؤلاء أصبحوا يستهدفوا التعليم العام للصغار التعليم العام أيضا الخريجي الثانوي العامة في الجامعات لذلك هذا هدفهم الرئيسي لأنه لن يستطيع أن يحصل على ناس يتبعوه ويؤثر عليهم ويمنهجهم بمنهجة إلا إذا كانوا جهلا نعم كانت مشكلة الأمية والتعليم في اليمن تتمثل في تسرب الطلاب من المدارس ما اليوم باتت نتيجة تدمير قطاع التعليم وإجبار الطلاب على استبدال القلم بالبندقية من قبل ميليشيات الموت الحوثية يعني كيف تقرأ هذا الواقع وإلى أين سيصل مستقبل أبناء اليمن خصوصا المتعلمين أخي العزيز كان معروف أن اليمن كانت تقضي تدريجيا على الأمية إلى 2010 كان وضعنا في تحسن للقضاء على محو الأمية أو محو الأمية إلى 2010 يعني كان عندنا نسبة سنوية معروفة بذلك العاملين الرئيسيين كان أسبابها وجود الأمية طبعا هي العامل الاقتصادي وأيضا العادات والتقاليد وبالذات عند الإناث عندما أتات هذه العصابة وجهت كل قدراتها وإمكانياتها وكل ما تستطيع من أجل تجهيل الشعب كامل وتجهيل 6 مليون يعني ترجع البلد إلى الوراء العشرات السنين يعني إذا أستمرت هذه العملية وبهذه المنهجية سوف تجد جيل كامل جهل ويخلفه جيل آخر وهكذا يعني تنقى بعد عشر سنوات الأمية عندنا مئة بالمئة نعم يعني إذا أستمرت لأنك أنت بتقضع على جيل كامل في خلال الأربع السنوات هذا تلاحظ كم نسبة خروج الطلاب من المدارس تلاحظ كم أغلقت من مدارس تلاحظ كم دمرت من مؤسسات تعليمية تلاحظ كم زج بكوادر تعليمية في السجون تلاحظ أيضا عدم أي نمو للعملية التعليمية لا سواء من حيث المبنى المدرسي أو المعلم أو الطالب أو المنهج كلها عملية تراجعت وبنسب عالية مخيفة ما تبقى من طلاب أستاذ خالد ما تبقى من طلاب وما تبقت من مدارس وما تبقوا من طلاب داخل هذه المدارس يعني تم تغيير المنهج الذي يتلقونه هل هذا أيضا ضمن التجهيل أم تنوير؟ لا لا أكيد أنه يا أخي العزيز ضمن التجهيل وهذا عملية التوجه المنهج هو توجه دول المنهج هو توجه تعليمي لعمل استراتيجي لسنوات عديدة هذا المنهج الذي يسعى لتغييره أنا أقول المنهج لم يغير كاملا لكن كل يوم وكل شهر وكل أسبوع وكل سنة يتم إضافة شيء وحذف شيء آخر وعملية التغيير هذا المتدرجة يقصدها القضاء على المنهج كاملا يعني خلال سنة سنتين المنهج مغير كامل وبالتالي ما هو دور أولياء الأمور ما هو دور العقلاء والحكماء وكيف يمكن إعادة القطاع التعليمي في اليمن إلى مساره الصحيح طبعا عودة المسار التعليمي إلى مساره الصحيح هو بزوال هذه العصابة لكن الدور الآن الآباء والأمهات والأسر المجتمع المعلمين حتى المنظمات الدولية الآن دورها لا حد ما واقف ضد هذه العملية ولذلك تأخرت عملية تغيير المنهج كاملا بسبب رفض أولي الأمر رفض الطالب رفض المعلم أيضا مجاملة منهم للمنظمات الدولية كونها تدعمهم في طباعة الكتاب وتدعمهم في تسيير بعض الدورات التدريبية الخاصة بهم فهذا أدى إلى التريث في بعض الكتب المدرسية لكن قد هناك إعداد كبير من قبلهم لتغيير وهناك منهج شبه جاهز لا حد الآن لم ينزل بس تم طباعة جزء منه وهم يحاولون إنزاله بالتدريج نعم رئيس المجلس التربوي الأستاذ خالد الأشباط شكرا جزيلا لك شكرا لكم نفدت القوات الحكومية تتابعة للمنطقة العسكرية الأولى بالتنسيق مع التحالف العربي عملية مداهمة لخلية إرهابية في سيون بمحافظة حضرمغط مصدر عسكري ذكر أن القوات الحكومية داهمت منزلا في منطقة منخر في مديرية القطن كانت تستقديمها الخلية ورشة لتصنيع المتفجرات وإدارة أعمالها الإرهابية أكد المصدر أن القوات احتقلت خمسة إرهابيين كانوا داخل المنزل علاوة على ضبط سيارة مفخخة كانت في حوش المنزل وعدد من العبوات الناسفة الجاهزة للتفجير كما عثرت القوات الحكومية على كميات كبيرة من الأسلحة وعدد من البطاقات الشخصية المزورة بالإضافة إلى أجهزة اتصالات كانت بحوزة الخلية مستبرة النشرة فيها بعد الفاصل طلاب الهندسة بجامعة تعز يخترعون روبوت لاكتشاف الألغام التي زرعتها الميليشيات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مرطاق وقف ترجمة نانسي قنقر واحد أمراض اندثرت وأخرى تم التخلص منها وعادت لتظهر من جديد خلال العام 2018 الذي وصف بأنه الأسوأ صحيا على مستوى اليمن نتيجة الحرب العبثية التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية وأتت على كل شيء جميل في البلد فقر وجوع ومرض أبرز ملامح وإنتاجات ميليشيات الحوثي الإرهابية منذ دخولها المدن بقوة السلاح تحت مسميات كاذبة ظاهرها رفات العجل اليمنيين وباطنها الحال الذي آلت إليه أحوال ملايين الأسر اليمنية نتيجة الحرب العبثية التي أشعلتها هذه الميليشيات الكهنوتية على اليمن واليمنيين أمراض أندثرت وانتهت عادت من جديد جلبتها ميليشيات الموت الحوثية حيث رصدت تقارير صحفية إصابات كثيرة بعدة أمراض منها ما هو معلوم وبعضها لا يزال مجهول نحو سبعة آلاف إصابة بداء الكلب تم رصدها في اليمن خلال عام 2018 بسبب الانتشار غير مسبوق للكلاب الضالة فضلا عن إصابة أكثر من 360 ألف بإسهالات متعلقة بالكوليرا فارق الحياة منهم 493 شخصا إصابات الجهاز التنفسي كانت الأبرز في عملية الرصد التي تمت للحالات المرضية التي شهدتها العام المنصرم 2018 حيث تجاوزت الثلاثة ملايين حالة إصابة فيما حصدت دفتيريا أرواح 178 شخصا وإصابة أكثر من 3000 شخصا 2018 عام مرعب وكارثي بالنسبة لليمنيين بسبب انتشار الأمراض والأوبئة التي فتكت بأرواح عشرات آلاف غالبيتهم أطفال ونساء في ظل انهيار القطاع الصحي وافتقاره لأبسط وسائل المساعدات نتيجة الحرب العبثية التي فرضتها ميليشيات الحوثي الإرهابية على اليمن واليمنيين منذ ما يزيد على الأربعة أعوام أن عدمت معها الكثير من الأدوية وخاصة ما يتعلق بالأمراض المزمنة مرض الليشمانية ومرض السل الرأوي ومرض النكاف أو ما يعرف بالتهاب القدة النكافية فضلا عن حم الضنك والتهابات السحايا والسعال الديكي والتهابات الكبد والتيفود وغيرها من الأمراض في ظل السمرار تعنت ميليشيات كهنوتية لم تجلب للبلد سوى الموت والفقر والمرض الذي كان فيما سبق من الماضي ليعود بعودة هذه الفئة الباغية التي أشعلت فتنة تستهدف اليمن واليمنيين خدمة لإجندات خارجية ومشروع عنصري بغيض ذلك يعاني الآلاف من الأسر التي نزحت عن منازلها في الساحل الغربي جراء الإرهاب الحوثي أوضاعا صعبة تزداد سوءا يوما بعد آخر يفترشون بقايا خيمة لا تقيهم حر الصيف وبرودة الشتاء نازحون هجرتهم ميليشيات الحوثي الإرهابية من بيوتهم في الساحل الغربي تركوا بيوتهم خوفا من بطش الإرهاب الحوثي الذي لا يفرق بين امرأة وطفل ومسن أطفال أبرياء وجدوا أنفسهم بين عشية وضحاها في العراء لا يعلمون لماذا تركوا بيوتهم أو لماذا افترقوا عن أقاربهم وأصدقائهم نحن جئنا هنا عند بي يعني لا يحد يصرف علينا ولا يتسنانا ولا معنا محارم ولا معنا لأنه خلاص زوج توفى له ولا لحد هلا كنا عد حان اللي اشترينا السيارة هذه اللي طلب الله عليها عد حان تسلمنا الشيء عاد في كان ماليو عادوا لشيء يطلب الله يعني يوفيه حقود دين كارحبوا له والني كنت أقول له خلاص مطارح شلغام والحوثة هلا قلت لنا ورحلونا على دانا ننزح لنا نتخبى ما يرحل حرب شاين قلت ملابس ما حد يقبلوا هون وزي حق المدرسة والدفاتر الشنات قزمات يشولهم كل يوم للمدرسة الدنيا انظمية غالة يشولهم معدد شيئا لها أكثر أكثر ميتة قصص مؤلمة على الإجرام الحوثي بحق اليمنيين التي لم يظهر منها سوى القليل وما خفي أعظم من ذلك بكثير طالما وآلة الدمار الحوثية مستمرة في تنفيذ مشروعها الدموي هذه المآسي الإنسانية يقفل عنها العالم أجمع ويدفع ثمنها الشعب اليمني فيما ميليشيات الحوث الإرهابية مستمرة في انتقامها وإجرامها بشكل ممنهج لكن هذه الجرائم لن تسقط بتقادم وستظل وصمة عار في جبين الإنسانية البنك المركزي اليمني يعلن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفع الثالث عشر والريال اليمنية شهدوا حالة من شبه الاستقرار في السوق المصرفية وغيرها من الأخبار في الملف الاقتصادي جولة اقتصادية جديدة والبداية بشأن المحلية حيث أعلن البنك المركزي اليمني عن وصول الموافقة على السحب من الوديعة السعودية للدفع الرقم ثلاثة عشر بمبلغ وقدره ستة وخمسون مليون وسبعمائة ألف دولار والمخصصة لعدد من تجار السلع الأساسية مقدمة عبر عدد من البنوك اليمنية وأوضح البنك بأن إجراءات السحب لا تأخذ أكثر من خمسة عشر يوما بكل الإجراءات لحين وصول المبالغ إلى البنوك المراسلة دون احتساب أي رسوم الجديد ذكره أن الوديعة مخصصة لتمويل المواد الأساسية في عموم محافظات الجمهورية وأن أسعار المصارفة ثابت حسب أسعار العام 2018 التي حددها البنك بأربعمائة وأربعين ريالا للدولار ومئة وسبعة عشر للريال السعودية يشهد الريال اليمن حالة شبه استقرار ناما العملات الأجنبية إذ بقي فوق حاجز الخمسمائة ريال للدولار وتوقف عند حاجز المئة وأربعين مقابل للريال السعودية وأقل منه ببضعة ريالات ويتراوح سعر صرف الدولار ما بين 522 و 526 ريال فيما تراوح سعر الريال السعودي ما بين 138 و 140 ريال خبراء اقتصاديون أكدوا أن هذا الاستقرار يأتي نتيجة الإجراءات التي اتخذت الحكومة واللجنة الاقتصادية والبنك المركزي في عدن بنهاية العام الماضية غير أنهم حذروا من أن يكون مؤقتا أن ما لم يتم إيجاد مصادر مستدامة لتمويل احتياجات البلاد من العملة الصعبة يشهد المعدن النفيس شبه استقرار في أسواق الذهب حيث تراوح سعر العيار 21 الأكثر رواجا في اليمن 18.900 ريال للشراء و 21.000 للبيع فيما بلغ سعر العيار 18-16.100 ريال للشراء و 18.000 ريال للبيع فيما يبلغ سعر بيع الجنيه الذهب 168.100 ريال والشراء 151.100 ريال وتتفاوت أسعار الذهب من محافظة لأخرى وبفوارق بسيطة وفي الأسواق العالمية يبلغ سعر الأوقية 1288 دولارا و 14 سنتا أكد وزير البترول المصري طارق الملة أن رفع الدعم نهائيا عن المحروقات سيتم خلال عام المقبل 2019-2020 والذي سيبدأ في يوليو وأضاف أنه لن يتم تطبيق قرار رفع الدعم نهائيا عن المحروقات قبل التأكد من جهوزية السوق المصرية وقدرتها على التعامل معه وأشار الملة إلى أن الدولة أنفقت 22 مليار ونصف مليار جنيه ما يزيد على مليار وربع المليار دولار على دعم المحروقات في الربع الأول من العام المالي الجاري 2018-2019 وتخطط لإنفاق 89 مليار جنيه أي نحو 5 مليارات دولار على الدعم حتى 30 يونيو المقبل وأخيرا قالت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن إرادة النفط ارتفعت إلى 24 مليار و400 ألف دولار في 2018 بزيادة 78% عن 2017 وبمتوسط إنتاج يومي بلغ مليون ومئة وسبعة ملايين برميل يوميا وقال الرئيس المؤسسة إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من النفط الخام بأكثر من الضأف إلى مليونين ومئة ألف برميل يوميا بحلول 2021 شريطة أن يتم تعزيز الأمن والاستقرار في البلد الذي مزقه الصراع منذ العام 2011 وتنتج ليبيا حاليا 953 ألف برميل يوميا ما إن تندحر المليشيات الحوثية من منطقة حتى تسارع لزراعة مختلف أنواع الألغام فيها لتنال من المدنيين وتكمل مهمتها في القتل والتدمير طلاب الهندسة بجامعة تعز بدلوا جهودا لاختراع روبوت آلي يمكن أو يتمكن من اكتشاف الألغام المزروعة في حرم الجامعة وذلك بعد تطهيرها من عبث المليشيات وبالإمكان استخدامه مستقبلا في مناطق أخرى ما أن تندحر المليشيات الحوثية من منطقة ما إلا وجعلت منها حقولا مزروعة بالألغام ففي تعز الثالث أكبر مدينة يمنية تسببت الألغام بالميات من القتلى والإصابات في الصفوف المدنيين كان آخرها انفجار اللغم الأرضي بإمرأة مسنة في حيفان حقم وكمية الألغام في تعز جعلها إحدى مآسي اليمين اليومية مع تزايد المخاوف من القادم المجهول وكما يقال إن الحاقة أم الإختراع وإن المعاناة تولد الإبداع فقد شكلت تلك الحاقة والمعاناة لدى ثلة من طلاب كلية الهندسة بجامعة تعز سباقا ماراثونيا مع الزمن بعدين حولت الميليشيات الحوثية حرم جامعة تعز إلى حقل الغام كما سورت المدينة بالألغام أيضا من هنا كانت البداية والدافع الحقيقي لفكرة اختراع روبورت يعمل على كشف الألغام كما يحدد مكان اللغم بوضع علامة معينة عليه تم زرع العديد من الغام على مستوى المحافظة كامل إضافة إلى جامعة تعز وهذا يعتبر أحد الدوافع الرئيسية التي خلتنا نفكر بالمشروع بحيث أن أول ما تحررت الجامعة وأثناء عودتنا إلى الدراسة في المستوى الرابع كان كان هناك فريق لنزع الغام يحاول ينزع الغام من حوش الجامعة لكن لاحظنا أن الطريقة المستخدمة كانت طريقة بداية وعما إضافة إلى أنها الطريقة التي كانت تستخدم طريقة يدوية وهذه الطريقة أكيد تشكل خطرا على فريق نزع الغام نحن حاولنا نقترح فكرة بالبداية أنه ليش ما نفعلش روبوت ذاتي التحكم يعمل على حمل تقنيات اكتشاف الألغام اختار هولي تحدي الصعاب ليروا أحلامهم تتحقق أمام عينهم وتتحول من فكرة في أذهانهم إلى مشروعات على أرض الواقع من إجل مستقبل هذا الوطن حاولنا نستخدم حقنا الروبوت هذا لاكتشاف الألغام فقمنا بتحميل الروبوت حقنا بذراع هذا الذراع طبعا يدور بزاوية 180 درجة لكي يمسح أكبر قدر ممكن من المنطقة حملنا هذا الذراع بعدة مستشعرات كان هناك مستشعر في تفادي الحواجز في حالة وجود حاجز يعمل الروبوت على تغيير مساره إضافة إلى متحسسات كشف الألغام في حالة وجود معدن طبعا هذا المعدن قد يكون لغم قد لا يكون لغم بحثمه قد يكون قطاع حديد تأتي لنا إشارة أخرى من الأردوينيو أنه يشتغل متحسس المواد الكيمياء في حالة تشتغل الاثنين وتم التأكد من وجود مادة معدنية وأيضا مادة تينيتي تأكد لنا أن هذا لغم حقيقي بعد ذلك تأتي لنا انذارات تنبيهية من خلال البزار لكي تنبه العاملين في اكتشاف الألغام إضافة إلى ميزة مهمة جدا وهي وضع العلامة على مكان اللغم فهل سيقدمث لهؤلاء المخترقين بيئة حاضنة لهم أم سيظل نتاقهم مخنوقا بحبل الفساد الجاري ويدفن في مقابر جماعية تسمى وطن طبعا اليمن مقبرة الواهب نسأل من الله أن تكون هذه العبارة عبارة قديمة بحيث أننا نتقه نحن إلى وضع أفضل أكيد نحن لاحظنا أنه في كثير من المخترعين سواء على مستوى اليمن إضافة لمحظة التعز عملوا على مشاريع صراحة كانت قبارة لكن لم يلاقوا الفرصة يعني أن تنفذ حقهم المشاريع على أرض الواقع بشكل حقيقي لكن إحنا صراحة طموحنا عالي جدا شتان بين من يصنع الموت بزراعة الألغام وبين من يصنع الحياة بانتزع الألغام لإجراء الحياة عواد الوهباني اليمن اليوم وفي الختم تذكر بأبرز العناوين تطهير مواقع جديدة في حرط بحجة ومصرع عدد من عناصر الميليشيات في صعدة والجوف القوات الحكومية تحاقق تقدما جديدا في جبهة دمت واستعدادات لاستكمال تطهير محافظة الضالع في اليوم العربي لمحو الأمية هل يمن تسجل أعلى نسبة بين الأميين نتيجة تدمير ميليشيات الحوثي قطاع التعليم نقعنا على خير في أمان الله اشتركوا في القناة